سأقول بسرعة باش وقالوا الروس عن ضرباته من أمس حتى اليوم بكراماتورسك أعلن استهداف اللواء 24 محطة سك الحريدية وقتلوا نحو 200 جندي أوكراني بمحوار دونياتسك أعلنوا مقتل نحو أكثر من 450 شخص بالمحور كله كمحوار دونياتسك بقريب على بيلوريف كأول استهداف موقع قيادة لللواء 80 هون كذلك الأمر استهداف ومستودع لللواء 54 بالمنطقة هون منتجه شوي شمالا على محور ليمن أعلنوا عن قتل نحو 65 جندي أوكراني بالمنطقة هون بالاشتباكات محور ليمن أذكركم هيدا منتجه بعد شمالا بمحور كوبيانسك اللي عم يشهد من برحة ضربات كثيفة من إبال الروس الواد الجوية أعلن الروس أنه قضوا على نحو 85 جندي أوكراني بالمنطقة هون كثير ضربات روسية على منطقتين هويابول وأوريخاف كثير كانت ضرب مرعب ومخيف عم يجربوا كان يضربوا خط هذا الخط كله هون ما عم يجربوا يعني زابوروجي وخيرسون دايما في ضرب عليهم بس للسبب الروس ما بدوا يكون في أي جهوزية تامة أو يعني مثل يقولوا ما بدوا الأوكراني يكونوا حاضرين بأي شكل واشكالي مية بالمية لحتى ينفزوا هجوم من من هالمنطقتين فعم يجربوا خطوطه سلاسل الأمداد للطرفين آآ ايضا بخيرسون مثل ما قلت لكم بما أنه كان في ضرب كثير قوي فكي عم ينضرب باريسلاف وبالوزيركا بالمنطقة هون بخيرسون اجمالا هذه هي إحاطة طبعا وزارة الدفاع الروسية إذا قدرت أعرف شيء من قبل الأوكران رح أعرضوا فورا يعني في حال كان في شيء محدد بالكرة وبالمناطق رح أعرضوا فورا خليكم متابعين معي لا تنسوا اللايك خبروا رفقاتكم عملوا شير للينك تبع الفيديو خليه يوصل لأكبر عدد ممكن وانطروني بفيديوهات تانية إلى اللقاء